طلبت الأمم المتحدة إسرائيل بضرورة وقف غراتها العسكرية على مدينة رفح الفلسطينية ودعا منصق الأمم المتحدة القاس لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلند سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى ضرورة إجراء تحقيق شامل وشفافة بشأن الغرات الجوية الإسرائيلية التي ضربت خيام النزحين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة والتي أدت بشكل مأسوي إلى مقتل أكثر من 35 فلسطينيا من بينهم نساء وأطفال وإصابة العشرات بجروحة وجدد وينسلند دعوة الأمين العام أنطونيو جوتيرش إلى وقف فوري لإطلاق النار لإنهاء معاناة المدنيين والامتناع عن الأعمال التي تحول دون إنهاء الأعمال العدائية وتزيد من تعريض الوضع الهش على الأرض والمنطقة كلها للخطر ترجمة نانسي قنقر